وعودة إلى استعدادات إذ استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل وللمزيد حول الاستعدادات للمؤتمر ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية ماذا وصلت إليه مدينة شرم الشيخ من استعدادات لاستقبال ضيوف مؤتمر كوب 27 نعم يوسف وسحر تحية لكم بداية أستطيع أن أقول أنه بدأ العد التنازلي لاستقبال قمة المناقب 27 التي تصدفها هنا مدينة شرم الشيخ في الشهر المقبل وتحديدا يوم السادس من نوفمبر بداية يوسف هناك عدة ملاحظات للقادم لمدينة شرم الشيخ وأنا كنت في زيارة لمدينة شرم الشيخ منذ عدة أشهر ولكن وجدت اليوم أن هناك تغييرات جوهرية قد طرأت على مدينة شرم الشيخ سواء في الشوارع أو في الميادين أو حتى بداية من مطار شرم الشيخ الدولي أتحدث أولا أن القادم عبر الجو من أي مكان لمدينة شرم الشيخ سوف يلاحظ أن مدينة شرم الشيخ تميز باللون الأغضر من المعروف أن مدينة شرم الشيخ يوسف كانت تتميز باللون الأبيض لأن مبنيها ذات لون أبيض هذا اللون أضيف له لون آخر وهو لون الأغضر للتعبير عن أنها مدينة أصبحت مدينة صديقة للبيئة بالطبع هذا اللون الأغضر هو المساحات الخضراء المزروعة بكثافة في الطرق وفي الميادين والتي تبدو من الجو هذا المزج ما بين اللون الأغضر واللون الأبيض الذي يتيح راحة للنظر وأيضا يشعر الزائرين لمدينة شرم الشيخ بالطمأنينة والدق بداية منذ وصول المطار مطار شرم الشيخ الدولي نجد أن المطار نفسه يوجد هناك مزرعات وزراعات أيضا خضراء للتعبير عن أن شرم الشيخ هي مدينة صديقة للبيئة بالإضافة اللافتات المنتشرة في كل مكان بداية من الوصول حتى مكان الإقامة كلها أيضا تعبر عن أن شرم الشيخ أصبحت مدينة صديقة للبيئة اللون الأغضر منتشر بشكل كبير للتعبير عن شرم الشيخ كصديقة للبيئة ولكن إذا دخلنا داخل هذا اللون أو بشكل أكثر تفصيلي لنشاهد الصورة عن عمق نجد أن هناك تغييرات من بين هذه التغييرات التي طرأت على مدينة شرم الشيخ نجد الشوارع نحن الآن في شارع السلامه من أحد الطرق الرئيسية هنا في مدينة شرم الشيخ هذا الطريق تم توسعته بشكل كبير بالإضافة إلى عدد كبير من الميادين بالإضافة إلى عمليات التشجير والإنارة وكذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق هنا في مدينة شرم الشيخ أتحدث أيضا يوسف عن محطات الشحن الكهربائية وأيضا محطات الغاز في المنتشرة في ربوع مدينة شرم الشيخ والتي تم إضافة أعدادها بشكل كبير اليوم أيضا يوسف دور اليوم وصلت أعداد من الأوتوبيسات التي تعمل بيئة الطاقة الكهربائية وهي أيضا تعبر عن مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة وإذا تحدثنا عن مؤتمر كوب 27 الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته يوم السادس من نوفمبر من الشهر القادم بإذن الله تعالى نجد أن هناك الآلاف من المشاركين في هذا المؤتمر الدولي الهام ويقام في منطقتين المنطقة الزرقاء والتي تقام فيها الفعاليات الرئيسية للمؤتمر بالإضافة إلى المنطقة الخضراء التي تقام فيها أيضا فعاليات على هامش هذا المؤتمر أو قمة المناخ 27 هذا المؤتمر يأتي له أهمية كبيرة خاصة بعد قمة المناخ التي تمت في جلاسكو في الدورة الماضية هذه القمة التي تعهدت فيها الكثير من الدول وخاصة الدول الصناعية بتخفيض الانبعاثات الكربونية وكذلك تعهدت بتمويل الدول النامية وأيضا الدول الفقيرة لمساعدتها للتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية نحن نعرف جيدا أن الدول النامية هي الأكثر تضرورا من مخاطر التغيرات المناخية والتي تتسبب فيها بشكل أساسي الدول الصناعية الكبرى هذه التعهدات التي تمت في مؤتمر أو قمة إجلاسكو في الدورة السابقة في بريطانيا في هذا المؤتمر سوف يتم التأكيد على تنفيذ هذه التعهدات من قبل الدول الصناعية الكبرى والدول الغنية بالإضافة إلى مزيد من التعهدات لمساعدة الدول النامية وإذا تحدثنا عن استضافة مصر لهذه القمة قمة كوب 27 أو قمة المناقنة في مدينة الشرمي الشيخ نجد أن مصر لها أمية كبيرة في استضافة هذا المؤتمر باعتبارها أيضا من الدول الإفريقية والتي سوف تتحدث بصوت إفريقيا تتحدث نيابة عن الكارة الإفريقية تتحدث نيابة عن الدول النامية التي تتأثر بهذه التغيرات المناخية يعني يوسف إجمالا بالفعل بدأ العد التنازلي العمل هنا في مدينة الشرم الشيخ يتم على قدم وصاق يواصل العاملون هنا الليل بالنهار لإنجاز هذا العمل وظهور وخروج مؤتمر كوب 27 بأفضل صورة تظهر فيها مدينة شرم الشيخ أمام العالم أجمع إليك يوسف الاستوديو زميلي أحمد الحسيني من شرم الشيخ شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر